عندما تعلن شركة أبل عن مجموعة شرائح جديدة غالبا ما يقابل ذلك بالإثارة في جميع أنهاء العالم فهذا العام تم تسليط الضوء على المعالج الجديد A17 برو من أبل ولكن السؤال المطروح كيف يمكن أن يكون أداؤه مقارنة بسابقه A16 بيونيك لذلك في هذا الفيديو سنعمل مقارنة بين المعالجين ولكن قبل ذلك تعمونا بلايك للفيديو لتحفيزنا على التقديم المزيد السلام عليكم معكم عادل من قناة دقائق تقنية أولا نبدأ بعملية التصنيع نبدأ بمعالج A17 برو الميزة البارزة في هذا المعالج أنه يأتي بأول شريحة 3 نانومتر في الصناعة مبنية على أحدث عملية تصنيع 3 نانومتر ويعني هذا التخفيض النانومتري عن سبيقتها أن شريحة يمكنها استيعاب المزيد من الترانزيزتورات في نفس المساحة مما يؤدي لتحسين الأداء وكفاءة الطاقة فمعالج A17 برو يضم ما يقارب 19 مليار ترانزيستور وبالنسبة لمعالج A16 بيونيك فتعمى بدقائية 4 نانومتر وتحتوي على حوالي 16 مليار ترانزيستور هي أقل من المعالج الجديد ولكن التجربة تبقى هي الفاصل والحكم وبالنسبة للأداء الخام فنوات وحدة المعالجة المركزية تميز كلتا الشريحتين بوحدة معالجة مركزية سداسية النوات ومع ذلك فإن التحسينات المعمارية في A17 برو توفر ما تصفه أبل بأنه أسرع أداء أوحادي في أي هاتف ذكي أيضا على منصة الجانجبانش تشير المعايير إلى تعزيز كبير في أداء A17 برو يظهر الأداء الأوحادي النوات على الجانجبانش تحسن بنسبة 16% تقريبا ويقفز الأداء متعدد النوات بنسبة 13% تقريبا مقارنة بسابقه A16 بيونيك وعلى منصة أنتو تتحصل الهاتف الآيفون 15 برو ماكس الذي يحتوي على معالج A17 برو على مليون وستمائة ألف نقطة أيضا وحدة معالجة الرسومات على الرغم من أن شريحة A17 بيونيك تتوي على وحدة معالجة رسومات خماس النوات يعمل الطراز A17 برو على تعزيزها بوحدة معالجة رسومات سداسية النوات وفق لشاركة أبل يؤدي هذا التحسين لزيادة الأداء بنسبة 20% على المعالج السابق أيضا تأثيرات العالم الحقيقي هذه ليست مجرد لعبة أرقام ويعني النوات المضافة تعامل بشكل أفضل مع الرسومات عالية الدقة بدءا من الألعاب وحتى المهام الرسومية الاحترافية أيضا تضمن وحدة معالجة الرسومات الخاصة بمعالج A17 برو تتبع الأشعة القائمة على الأجهزة وهو تحسين كبير في تقديم تأثيرات الإضاءة والظل الواقعية على وجه الدقة أيضا توفر شريحة A17 برو آداء أسرع تتبع الأشعة بأربعة مرات مقارنة بشريحة A17 بيونيك وبالنسبة للاتصال والميزات الإضافية يوفر معالج A17 برو إمكانات USB 3 لأجهزة الآيفون مما يسمح بمعادلات نقل بيانات أسرع تصل إلى 10 جيجا بايت في الثانية وهي خطوة كبيرة مقارنة بـ 480 ميجا بايت في الثانية الموجودة في شريحة A17 بيونيك يعني معالج A17 برو أسرع في نقل البيانات من معالج A16 بيونيك قد تختلف أهمية هذه التحسينات من مستخدم لآخر ولكن بالنسبة لأولئك الذين يبحثون على أداء عالي المستوى فإن الآي 17 برو يضع معيارا جديدا في عالم التوكلونيك أيضا بعض التجارب لبعض اليوتيوبر قالوا أن آداء معالج A17 برو في أجهزة الآيفون 15 برو والبرو ماكس يفقد 50% من قوته بعد 20 دقيقة على منصة 3D 3D Mark وهي أعلى نسبة هبوط في الأداء مقارنة بمعالجة A16 بيونيك واسنة دراجون 8 جيل الثاني وغوغل تينسور جيتو أيضا التجارب التي أجراها المراجعون الصينيون أظهرت أن معالج A17 برو الجديد في أجهزة الآيفون 15 برو والبرو ماكس أقوى بقليل من معالج A16 الأقدم سواء من ناحية السبئي أو الجي بي لكن ذلك على حساب استهلاك الطاقة يعني معالج الآي 17 برو مستهلك للطاقة بشكل كبير في هذه الاختبارات وفي الأخير ضمتم في رعاة الله